السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبدالرازي استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن أنواع تحاليل الإيدز تحاليل الإيدز بنقسمها لعدة أنواع النوع الأول هو اختبار البي سي آر وده يدور على الفيروس نفسه المجموعة الثانية هي اختبارات الأجسام المضادة وده نحن ندور على الأجسام المضادة اللي بيطلعها الجسم نفسه للدفاع عن نفسه ضد فيروس الإيدز أيضاً في مجموعة أخرى اللي هي اختبارات السريعة اللي هي بنعملها في المنزل وده اختبارات الإيدز السريعة المنزلية مهم جداً جداً أن نحن نبقى عارفين أن اختبارات البي سي آر تبقى قطعية بعد تسعة أيام وده اللي بتدور على الفيروس نفسه طبعاً مهم أن نحن نبقى عارفين أن فيه نمطين من فيروس الـ HIV فيه HIV-1 وـ HIV-2 وبالتالي أنا لو عملت الـ HIV-1 بي سي آر يبقى ده قطعي بالنسبة لنوع هذا الفيروس اللي هو النوع الأول وبالتالي أنا لما بعمل اختبار فيروس الـ بي سي آر للنمط الأول ده بيظهر لي لو النتيجة سلبية أن أنا سلبي قطعياً من هذا النمط مهم جداً أيضاً أن نحن لا نتغافل عن النمط الثاني وده موجود بنسبة 5% من الحالات أيضاً بالنسبة للأجسام المضادة الأجسام المضادة ده أنواع وأجيال الجيل الأول ده الـ IGG وده للنمط الأول وده سلبي قطعياً بعد ثلاث شهر الجيل الثاني الـ IGG ضد النمط الأول والنمط الثاني من الـ HIV وده سلبي قطعياً بعد ثلاث شهر الجيل الثالث وده IGG وأيضاً IGM ضد الجيل الأول النمط الأول والنمط الثاني من الـ HIV وده سلبي قطعياً بعد عشر أسابيع الجيل الرابع يعتمد على IGG والـ IGM ضد النمط الأول وضد النمط الثاني بالإضافة لـ P24 وهذا ما نسميه الجيل الرابع أو الـ Combo أيضاً ده بيبقى قطعياً سلبي قطعياً بعد ستة أسابيع بيتساوى مع الجيل الرابع اختبار الإليزة أيضاً ده قطعي بعد ستة أسابيع بيتساوى أيضاً مع اختبار الفيداس واختبار السيليا أيضاً دول تقنيات عالية من الفحص وأيضاً بيبقوا بعد ستة أسابيع لو أنت سلبي فأنت قطعياً سلبي مهم جداً أننا نبقى عارفين أن لو أنت طلعت إيجابي المعمل ما بيقولك مباشرة أنك إيجابي لا، بيعمل اختبار أيضاً تأكيدي اسمه الويسترن بلوت عشان يتأكد من أنك إيجابي تأكيدي وبالتالي هذا يتعمل في المعامل المركزية أو المعامل الكبيرة عشان نتأكد فعلاً أنك إيجابي أحب ألفة النظر أن تحليل الإيدز بواجه عام درجة الجودة فيها عالية جداً جداً يعني مثلاً بتصل لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية في الكشف عن الفيروس وبالتالي اتطمن أنك لو أنت سلبي فأنت سلبي لو أنت إيجابي فأنت إيجابي درجة عالية جداً جداً من التكنولوجيا بتكشف إذا كنت فعلاً سلبي أو إيجابي لا مجال للخطأ فيها إلا إذا كان خطأ بشري وده نسبته تصل لواحد من مية في المية مهم جداً جداً أن نحن نبقى عارفين أن في أيضاً اختبارات منزلية سريعة ممكن تتعامل في المنزل ودي أنت ممكن تشتريها أونلاين أو ممكن تشتريها من الصيدليات الكبيرة وتعملها في المنزل ودي لو وديت شرطة واحدة بس اللي هي في الكنترول معناها أنك إنت سلبي لو وديت شرطتين معناها أنك إيجابي بشرط أن يكون التحليل غير منتهي الصلاحية وأيضاً تكون الشركة معتمدة وأنك إنت عملت التحليل بنفس الطريقة الموصوفة في الكتالوج بتاع الجهاز مهم جداً أن نحن نبقى فاهمين أنك إنت لازم تتشجع وتعمل التحليل لا تخاف، لا تتردد، لا تقلق، لا تطمن على نفسك في بعض الحالات تطلع سلبي ويضطر أن يعمل التحليل مرة واثنين وثلاثة لا، إنت أعمل التحليل بعد انقضاء فترة النافذة وفي نفس الوقت إنت لو طلعت سلبي بعد فترة النافذة وسلبي قطعياً، اتطمن أنك سلبي قطعياً ما فيش داعي أن أنت تعيد التحليل مرة واثنين وثلاثة واربعة مهم جداً أنك إنت ما تتوترش ما تقلقش ما تخافش في بعض الناس بيسيب زوجته أو يترك خطبته أو يترك دراسته أو عمله ويعيش في قلق وتوتر في بعض الحالات تقول أنا عندي أعراض، بالرغم أن أنا سلبي أنا عندي أعراض نحن نحترم هذه الأعراض سواء كانت قرح في الفم أو تضخم في الغدد اللينفوية أو أنك ينقص وزنك أو ارتفاع في درجة الحرارة أو في بيض على اللسان لازم تراجع الطبيب متخصص عشان ممكن يكون عندك مرض آخر جنسي غير الإيدز لأنك قطعياً سلبي من الإيدز فما تقلقش ستتشخص التشخيص المظبوط وتأخذ العلاج بتاعك لا يوجد أي مشكلة لو تبين من الطبيب المختص أنك ما عندك أي مرض جنسي وعمل الفحوصات اللازمة الطمن هذا مجرد قلق أو وساوس مهم جداً أيضاً أن نحن نبقى فاهمين أن تحليل الإيدز ضروري لأن ممكن لا يظهر عليك أعراض خالص ساعات نكتشف هذا المرض في ناس لا يجعلهم أي أعراض ويفاجئوا بأنهم عندهم HIV طبعاً يحدث في بعض الأحيان مضاعفات من الـ HIV مثل تورم في الغدد اللينفاوية أو نقصان في الوزن أو إسهال مزمن بعد ذلك نكتشف أن هذا المريض جاء له HIV وعنده HIV بقى له فترة وبالتالي نشجع الناس لو أنت شاكك أو عملت علاقة جنسية خارج إطار الزواج وشاكك أن يكون عندك HIV فيه اعمل الاختبار وتشجع وما تقلقش حتى لو أنت عندك المرض ما تقلقش لأن المرض أساساً العلاج بتاعه بسيط عبارة عن حبة أو حبتين كل يوم ما فيش أي خطر ومش هيجي لك أبداً أعراض الإيدز أو مضاعفات أنا حساب الواتس بتاعي لو في أي استفسارات أو إرسال تقارير طبية 022-010-2728-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته